اهلا وسهلا بكم معاكم مستر فيلوب ساينس عاملين ايه وحشتوني المرة دي قلنا نعمل فيديو جديد بس بطريقة جديدة مختلفة قلنا نطلع صوت وصورة ونبدأ نعمل معاكم من ريفيجن بتاعت شهر نوفمبر متلاقوش من ساينس متخفوش من التست هكون معاكم متلاقوش لو في اي حاجة اكتبلي على اليوتيوب وانا هرد عليك على طوال يلا شباب بقى نبدأ الريفيجن يلا يلا بيني بصلا شباب هنبدأ اول حاجة بارت وان ريفيجن نوفمبر بارت وان اوكي يلا بيني اول حاجة هنا اول كوستشن يا شباب بيقولك choose the correct answer بيقولي number one are post primary and secondary consumer يعني بيقولك مين ال primary and secondary consumer في نفس الوقت هل humans ولا predator ولا plant ولا fungi هيا شباب طبعا هنا ال primary and secondary consumer طبعا لازم يكون مين ال human تمام اكسللل number two in any food chain the primary consumer may be predator only ولا green plants ولا predator or prey ولا prey only نعمل عنه بلا reminder ksnl language starts to commit وفي نفس الوقت سيكون 1re animal وفي نفس الوقت سيكون بري لاناظر انيما هيكون فريسة لاناظر انيما اوكي شباب نكمل الديكمبوزرز get their energy from دعي بالك بقية هنا أقولك الديكمبوزرز تجيب الانرجي بتاعتها منين؟ من living things ولا soil and water ولا dead organisms and sun طبعا الشباب هنا بتجيبها منين؟ طبعا من dead organisms يعني الديكمبوزرز بتاخد الانرجي بتاعتها من dead organisms اوكي شباب نكمل سهل كده يا شباب ولا في مشكلة لو عندك اي حاجة اقول number four the relationship between نقط is predator and prey relationship هل algae and coral ولا frog and locust ولا rabbit and carrot ولا algae and fungi هيا شباب هنا بيسألني بيقولي مين اللي في دول prey and predator relation بالاتنين دول مين بيأكل مين يا شباب ها؟ طبعا هتلاقي يا مستر مين frog and locust تمام؟ تمام tertiary consumers do not exist in the food chain انا عايز اقولك ان tertiary consumer is not و خلي بالك من كلمة is not او doesn't not يعني مش موجودة يا شباب هل الالجي والبتر والبارد فيش والشارك؟ ولا grass mouse snake eagle grass locust frog snake carrot rabbit fox البكترية مين في دول يا شباب مش موجود tertiary consumers ها؟ طبعا الاخيرة ان number D ليه؟ ان انا عند tertiary consumers ادي الكارت وهو يا شباب تمام؟ الكارت وده كده ايه؟ producer رابد رابد ده ايه؟ primary وده seconder consumer الوالفوكس لكن البكترية ده من ضمن حاجاته يا شباب اللي منقول عليه ايه؟ decomposers اوك يا شباب نكمل number 6 in this food chain grass rabbit hook if the rabbit disappear will increase ايه؟ ركز معي لو صبحت هنا اقولك لو في الفود chain اللي قدامك الرابد disappear الرابد سيختفي مين اللي هيزيد هل grass ولا hook او A&B او no correct answer طبعا الرابد مين اللي هيكله؟ ما هو الرابد سيحدث له disappear وبالتالي ان انا عندي كده ان كل الرابد سيحدث له increase amount يعني الكمية تزيد تمام؟ نكمل number 7 in this food chain akacia 3 giraffe على الارغة المتحدث قال لك السهم يعني السهم يعني السهم يعني السهم تعطي مع ماذا؟ 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 طبعا او اي stes vide says يوجد اجابة الصحة الانيرجي يعني انا بقول لك ان الانيرجي بتتنقل من اكاشة تري وتروح للجراف وبعد ذلك تروح للمين للاين تمام نكمل number 8 primary consumers are there نقط link in the food chain انا بقول لك ال primary consumer بيكون بقى ال first او second link او third link او final link هيا شباب ال primary طبعا اول حاجة في الفرست بتكون مين ال green plant اللي هي ال producer نكمل number 9 healthy desert ecosystem always required from time to time هنا strong wind ولا heavy rain ولا gentle rain ولا floats طبعا اهنا محتاجة مين يا شباب gentle rain اوكي لكي انا بقول لك بعمل ايه healthy ecosystem يعني بصف في رقم 9 انا لازم اقرأ السؤال كويس قوي انا بقول لك انا محتاج ان ال ecosystem ده يكون healthy طب يا ترى عشان ال ecosystem ده او ال ecosystem يبقى healthy يبقى انا محتاج ايه هل strong wind ولا heavy rain ولا floats فيضانات ولا gentle rain طبعا انا قلنا ايه gentle rain excellent شباب number 10 which of the following examples causes the greatest damage to an ecosystem نركز نقرأ السؤال بالروحة ومنستعجلش ولو سمحته اقروا the truth which of the following example causes the greatest damage to an ecosystem grass removal او predator extension او predator increase او predator increase او predator increase او predator increase هيا شباب هنا بيعمل great damage انا واحدة طبعاً grass removal لما انا بشيل الجراس انا كده بشيل يا شباب ايه producer يعني انا كده بشيل source of the food فكل food chain اللي بعد كده هيحصل لك ايه damage and ايه harm number 11 have rain may the desert ecosystem اخلي بالك انا بقولك have rain improve او benefit او harm او restore طبعاً have rain يجب ان تعمل مهم جداً ليه ايه هتوب benefit او مستر تعمل harm او harm تمام برافو عليكم شباب لازم اخلي بالي من حاجة مهمة قوي ان الجن ترين تعمل improve للإيكو سيستم لكن لما اقولك have rain تعمل harm او damage or destroy خلي بالكم من 3 كلمات دي مهمة قوي شباب اوكي نكمل number 12 if the grass remove from an ecosystem نقط die first انا بقولك ان هنا هشيل الجرس مين اللي هيموت direct طبعاً اللي هو مين اللي بيأكل ايه الجرس هل primary producer او primary consumers او secondary consumers او secondary consumers او decomposers ركز وعلى مهلة ها طبعاً primary consumer طبعاً انت ممكن تستعجل وتختار في الاتشوز الاولاني انا بقولك primary producer هو في حاجة اسمها primary producer لا لكن انا عندي هنا ان primary consumer هو اللي ايه feed on a prey noot is transferred between them water ولا blood ولا motion ولا energy هات احنا قلنا ان اي food chain هيحصل ايه transfer للfood and transfer the energy يبوا هنا البريداتور feed on the prey لما البريداتور يا شباب بتغزى على البريد اللي يحصل مين اللي يتنقل طبعاً رابعلكم يولا شباب نكمل number 14 وما تلاقش لو عندك ايه question اكتب لي وانا ارد عليك ايه على طول when the number of predator increase the number of not decrease احنا هنا بقولك ان انا عندي ان ال number بتاع ال predator increase مين اللي هيقل هل producers ولا other predators ولا prey ودي composers ها شباب هم طبعاً هنا ال prey كلما كان ال predator increase يبقى ال number بتاع ال prey increase ان ال predator دي هتاكل كتير جداً فطبعاً هتلاقوا ايه في الاخر ان ال number بتاع ال prey يحصل له ايه شباب decrease تمام؟ نكمل number 15 human activity and pollution human activity and pollution and pollution النقط impact the marine ecosystem quickly هل cities ولا frost ولا desert ولا island هنا بيقولك ان human activity وال pollution يبقى لها impact يعني تأثير على marine ecosystem سريع جداً هل human activity and pollution and pollution هتكون هناك أكثر تأثير على marine ecosystem طبعاً من؟ island ما؟ لأيه مستر يعني هم يعني يعني هم يعني يحبتها الارض وحواليه الوطر من كل اتجاهات تمام؟ نكمل number 16 all the filming example represent bad human activity except هنا بيقولك في example كلها هنا bad human activity لكن انا بيقولك معادة حاجة واحدة هل overfishing ولا air pollution ولا floats ولا plastic pollution طبعاً هنا كل الحاجات human activity كلها معمولة يعني air pollution human floats floats طبعاً human لا الفلوطس دي فائدانات مش طبعاً الحاجة floats نكمل number 17 Neutronites are recycled back to the ecosystem by by ايه predator ولا prey ولا consumer ولا decomposers هم هم النوترانيتس يا شباب ترجع تاني للسويل أو ترجع تاني للإيكو سيستم عن طريق مين؟ طبعاً decomposers برافو يلا شباب نكمل number 18 the most marine web خلي بالك هنا بقولك the most marine web تمام are considered producers هم grass ولا algae ولا bacteria ولا small fish هنا أنا بقولك في المارين food web ولو سمحته نركز أنا عايز المارين food web مين اللي هيكون producer هم algae برافو تمام لا يمكن أن أقول grass 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 is producer but on the land ليس على المارين نكمل number 19 all the fallen bad impact on marine ecosystem except يعني كل ما يقولك ده كله bad impact يعني تصير سلبي مع هذا مين؟ طبعاً island pollution أو heavy rain أو plastic pollution bad impact طبعاً هم 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 number 20 is the number primary consumer increase so much يعني بقولك لو number consumer primary زاد درجة كبيرة will disappear producer decomposers secondary consumers literature consumers ها طبعاً مين؟ producer لأن primary بيأكل كثير جداً مين؟ producer number 21 all the fallen organisms can make their own food except يعني اللي بقولك مين في دول تقدر تعمل الفود بنفس ساعة؟ ما عادة مين؟ الجرس بتعمل الفود؟ الworm ولا الالجي ولا microorganisms ها شباب طبعاً هيكون مين؟ ها؟ الworm excellent برافو ها؟ الموضوع دلوقتي بقى سهل ولا لسه صعب تهيئة لزام عملنا الريفيجن الفاتد بتاع شهر اكتوبر متالك كده الموضوع بقى أسهل صح؟ نكمل number 22 if the climate change was suitable خلي بالك climate change was suitable climate change التغير المناح بيكون suitable مناسب the living organisms will die migrate survive طبعاً هيكون ايه؟ survive هتقدر تعمل ايه؟ adaptation great for تمام؟ لما يحصل climate change مناسب تقدر living organisms تقدر تعمل adaptation وفي نفس الوقت تعمل ايه؟ survive number 23 not leave on the top mountain cliffs and depend on fish as their main source of the food مين اللي بتعيش على منحضرات بتاع الجبال الشباب؟ الالجي ولا الهوك ولا الاول ولا السي بيرد ها؟ تمام؟ bravo شباب السي بيرد excellent number 24 not are or is consider the producer the producer in the marine ecosystem marine ecosystem أو marine food web ها؟ small fish ولا crull leaves ولا marine microorganisms ولا grass خلي بالك انا عندي دلوقت فيه حاجتين في ال marine food web أو marine ecosystem البروديوسر بيكون حاجتين مهمين قوي الالجي وفي نفس الوقت الثانية من microorganisms ها؟ تمام؟ microorganisms ان الالجي مش موجودة معنا number 25 migration of microorganisms to new hepatates is due to increase of يعني المغرام 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 التحدث se أرجاء we need to increase air temperature ولا water temperature ولا number se bird المغرام تتحرك من مكان لمكان عشان temperature ما تبع تمام 26 26 Increase Water Temperature May Causes All The Living Organisms هنا بقى أقولك Increase Water Temperature May Cause بتسبب حاجات كثيرة معادة أيها Increase the Micro Organisms ولا Activity Plushing ولا Migration of the food ولا A, This of some Sea bird ها يعني لما temperature بتاعت الوطر بتزيد بتعمل حاجات كثير قوي معادة مين يا شباب طبعا إعجيل الميكرو ارج مكوناس لأن لأنه بالتنبريتشرف لو من الميكرو ارج تأتي الكوناس تبدأ الميكرو ارج مكوناس تصدر إلى العلوان نكمل نعم إذا قتل منك التورتل تبدأ تجمع بلاستيك بلاستيك بيس يمكنك المتحكي أحفو هاتف أم أبدا سكب قريبا أم تجمع بلاستيك بلاستيك يعني هنا يقول لك التورتل لو هي شافة هاتف احفو بلاستيك بيس هاتف هو الهاتف ها ولا إحداثها اداحها ام ساعدها ام صحيح ام ديجست عمكة تغلق في أن ترى السرعها فلاسستيك م KP فهي تبديد Today and the The desert ecosystem is more than gentle rain يعني بالعقل كده الهيفرين بتحسن اكتر الاكو سيستم اكتر من gentle rain طبعا اللي يجبها ايه رونج تمام شباب نمبر ثون Energy remain in an ecosystem but it transfer between it is component يعني بقولك ان الانرجي بتفضل موجودة في الاكو سيستم بس بحصلات transfer بتتنقل between living organisms اللي يجبها راية رونج نمبر ثري Living organisms always need non-living things in the ecosystem to survive يعني انا بقولك ان living organisms بتحتاج non-living things طبعا ما احنا تجين الاير والووتر والصويل وكل الحاجات دي يا شباب ورع ايه non-living things اللي يجبها ايه راية نمبر فور الكورير ليفز لوث دير كورير كورير يعني الشعر المرجاني بتفقد يا شباب الكورير لما التمبراتشور بتاعت الووتر ها طبعا ما ايه رونج العكس بدل دي كورير حط increase يعني لما التمبراتشور بتاعت الووتر انكريز هتبدأ الكورير ليفز تغير الكورير وتحول الى لون ايه ويت نمبر فايد برايمري كونسيومر برايمري كونسيومر كورير يعني الى كورير برايمري كونسيومر ممكن يكون بريديتور نمبر فايد كورير لا تأكل اي كونسيومر تاني فتقال علينا ايه ساكنر كونسيومر نمبر سبب ريستوريشن بروسسس أولوستيك ريستوريشن بروسسس أولوستيك أليتل طايم لا هي بتاخد لونج طايم مش بتاخد لاتل طايم لكن ليها جود افكت بس بياخد ايه لونج طايم نمبر ايت من قرور كونسيومر اضاف grande دصالة فيـ نمبر نائه المفهو والمغفه حصلوا يا شباب انه ضاي انه مش لقى الفود فالسكندر كونسيمر برضه يحصل لها ضاي انه مش لقى للبرايمر كونسيمر نكمل نمبر 9 الوفر فيشنج is the one most nature event that impacts the marine ecosystem يعني الوفر فيشنج ده حاجة من الطبيعة طبعا اللي جابه ايه رونج ده الهومن ايه اكتيفتي نمبر 10 الالجي انت زى تشو اوف زى كوريل وين زى water temperature increase يعني الالجي بتخش في التشو بتاعت الكوريل لما التشو بتاعت الكوريل تخيلوا يا شباب طبعا هنا الاجابة ايه رونج ده هي بحصل لها ايه جو اوت لما التشو بتاعت الكوريل تبدأ الكوريل تتخلص من كل الالجي اللي عايش فيه في التشو بتاعته نمبر 11 ايه زى grass removed from the desert الهوك والضاي كويكلي نركز ونقرب الرعاة انا هنا بقولك ان الجرس removed تمام from the desert يبدأ الهوك ضاي كويكلي لا طبعا ما بيموتش بسرعة هو بياخد ايه طيب ليه ان بعد فترة مش هيلاء الفوت بتاعه فبالتالي يحصل له ايه ضاي نكمل 12 it is a better to use the same used the plastic frog to reduce the plastic pollution هنا بقولك انا باستخدم يعني اللي هي signal used the plastic frog اللي اجاب ايه رونج المفروض لا استخدمه اصلا المفروض استخدم ايه بدل بلاستيك فروق استخدم ايه الى الشوكة الخاشبة الشباب عشان نقلن البلاستيك ايه blue shamp number serepteen البلويورك with the fisher to make sure they are not overfishing in color leaves ها طبعا الاجابة صح ليه ان انا البلويوركز في الكزيرة دي احنا بنبدأ نتعامل مع الفيشارز وبنبدأ نحطنوهم شوية رولز عشان ما يستخدموش ايه ال overfishing تمام number f fourteen ايه الهيفيرين بتزود البرادسر الهيفيرين تزود البرادسر ما رأيكم؟ ان الهيفيرين تزود البرادسر عندما البرادسر ديكريز طبعا ايه البرادسر يحصل لأيه يعني مثلا لو نأخذ اللاين كده ان بدأ اللاين النمبر بتاعه ديكريز يقل يبقى البريه هتزيد مهمين يلا يأكل بلايه البريه صح؟ تمام نمبر سكستين يعني لما زود النمبر بتاع البريه كونسيومر البريه كونسيومر طبعا جابه دي رايت ان بريه كونسيومر سيبدأ بكثير جدا فتلاقي ان البريه كونسيومر يبدأ يقل وبالتالي يحصل له ايه؟ نمبر سبنتين السكيندر كونسيومر ماي ميجريت إفزا برديوسر او ريموذ فروم ان ايكو سيستيم يعني هنا بقولك السكيندر كونسيومر هيمشي ويروح لمكان تاني لو البريه كونسيومر دي ريموذ فروم ان ايكو سيستيم طبعا جابه رايت ليه؟ انه يريد الفوت فهي تفعل ايه؟ سارشنجز الفوت يعني عندما يجب البروديوسر رموف من حتة معينة او ايكي سيستم معين البرائمار الكونسيمر والساكند الكونسيمر ممكن يحصلهم ضوء لكن انا بيسألني ممكن يحصلهم مجريت يعني يهاجروا يروح فكانت اخر طبعا الاجابة ايه؟ رايت برافو نكمل؟ يلا بنا رايت ساينتيفك تير وانا احب اسمي رايت ساينتيفك تيرم يا شباب لعبة عروستي هو يديني الجملة وانا اقول له الجملة تبع ايه؟ كلمة The first organism that to be impacted by death of the producer يعني بيقول لي مين الفرسد ايه؟ Organisms اللي هيتأثر عن طريق موت البروديوسر طبعا مين؟ Primary consumer Number 2 Organisms that return the energy back to the ecosystem Any organism Decomposer Excellent Number 3 The process of the recycling the energy back to ecosystem طبعا انا اسمعي Decomposition process Number 4 The producer of the marine food web هنا بقى انا بقول لك البروديوسر في المارين فودوب طبعا اتقول لي مين؟ Algae تمام؟ Number 6 A process in which In the human can make new products from the waste material طبعا دي بنسميها Recycling process ان انا اقدر اعيد تدوير ال waste material وطلع منها New product منتجات جديدة تمام؟ نكمل Number 7 Number 7 That happen the living organisms due Hepatite lose Any phenomenon التي تحصل طبعا ايه Extention الانكراد عندما الorganisms لم تجد البيت ومتجد البيت ومتجد البيت وبالتالي فقدت source of the food والسرس 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 تمام؟ Number 9 That human activity that decrease the number of the fish in marine area Any human activity اللي بتعمل Decrease the number of the fish in marine area طبعا ايه Overfishing Number 10 Raised coming from the sun cause the formation of micro organs ايه بلاستيك مايكرو بلاستيك طبعا الاشياء اللي تجد من الصن اللي بتعمل Micro Plastic اسمه ايه Ultra Valute Radiation او Ultra Valute Raise ودي بنقول عليه UV Raise اللي هي الاختصار بتاعها UV تمام؟ Number 11 The number of living organisms of the one species طبعا هنا اسمه ايه Population Population يعني تجمع ان انا بقولك ان فيه Living Organisms من one species يعني جروب واحد فبنسمي ايه Population Number 12 Organisms that break down the remain of dead organisms خلي بالك انا هنا ركز في السؤال انا هنا مش بعمل Complete Decomposition اللي بتاخد الحاجات dead organisms وتبدأ تعملها break down into small pieces اسمه ايه scavengers scavengers تمام؟ Number 13 It is the form that most diverse marine ecosystem on the earth مين اكتر حاجة موجودة على الأرض و divisible and viable متنوعة و موجودة طبعا اسمه ايه؟ كرر leaves الشعب المرجنية تمام؟ Number 14 Small pieces of the plastic that formed due to the UV of the sun falling on it ها البلاستيك لما يبدأ اعتيج عليه ultraviolet radiation بتبدأ تقطاع الحاجات very very small فبتعمل لها breaking down انا يا شباب اسمه ايه؟ Microbalastic Microbalastic ولو سمحتوا متتصرعوش وانت بتكتبوا ان انت ممكن تكتب Microbalastic تروح كاتب Microorganisms الاجابة الصح Microbalastic Number 15 The increase or decrease The number of living organisms ها يا شباب طبعا اسمه ايه؟ population change وكلمة change هنا معناها increase او decrease انت مش عارف انا واحدة يا ترى الانمال دي increase او decrease فانت بتقول population change تمام؟ نكمل complete the following sense تعال السؤال complete وده سؤال صحل جدا محتاج ان انت تكتب كويس ومحتاج ان انت تقرأ كويس وعلى مهلك ومتتصرعش Number 1 المطر هنا بقى الاسئلة بتاعت ايه؟ unit 2 concept 1 that has not and occupying space او occupies space طبعا انا دب عندها ايه؟ mass ان اي مطر لازم يكون عندها mass and volume او mass size and mass occupying space كل الكلمات دي كلها بتدي معناه واحد Number 2 المطر can exist and not states that are and not هنا ان المطر عندي كام state three states اللي هما مين؟ solid liquid and gas يبقى اي state of the matter three solid liquid and gas Number 3 المطر can be described عشان اقدر اوصف المطر لازم اعرف شرط حاجات اول حاجة shape بعد كده color or texture الملمس يبقى المطر يبقى المطر can be described by the shape or color or texture نكمل Number 4 the note of the particle inside the matter can describe its states ها؟ طبعا هنا movement الحركة وهنا عارفين ان المطر are in continuous motion continuous motion يعني كل البرتكل بتتحرك مفيش برتكل ما بتتتحرك بس بتختلف من solid liquid للجاز Number 5 the particles inside move very freely move very freely يعني بتتحرك بحرورة كبيرة طبعا الامين gas or gaseous state برافو لا مركزين cross out and word هنا نطلع الكلمة ايه؟ different الكلمة المختلف bullse nails house flies slags and air swan طبعا الي جاب هتطلع ايه؟ house فلاقي ان الباقي شباب اعبار عن ايه؟ scavenger تمام؟ number 2 bellichard crab crash fungi طبعا هنا نختار الكلمة different fungi ان الباقي scavenger and fungi decomposers نكمل grass algae bacteria marine ecosystem ها؟ طبعا هنا البكتيريا ان ال algae وال grass وال marine microorganisms كل الحاجات دي بنقول عليها producers تمام؟ لكن البكتيريا decomposers يلا شباب نكمل question 6 choose from column A to column B يلا بي بصوا انا عايزكوا تطيروا السؤال بالراحة تطيروا كل column A و column B وعلى مهلكوا بالراحة بيقول لي gentle rain heavy rains over fishing recycling plastic column B harm the desert ecosystem reduce the ocean pollution improve the desert ecosystem destroy the marine ecosystem طيب تعال كده في اول حاجة هنا بيقول لي gentle rain طبعا ال gentle rain هنا تعمل ايه؟ improve the desert ecosystem بتحسن الايكو سيستم بتخلي green plant grow heather rain طبعا دي بتعمل harm or destroy the desert ecosystem بتأذي الايكو سيستم وبتعمله destroy كمان ان بيكون ال green plant يحصل له ضاي ويحصل عملية floating life over fishing طبعا هنا تنختار ايه؟ destroy the marine ecosystem اللي هو مين دي؟ recycling بلاستيك طبعا اقلل البلوشن بتاع مين؟ بتاع الاوشن يبقى هنا 1 اختار c 2 a 3 d 4 b photosynthesis decompositions restoration zero plastic habitat loss growl plashing هنا causes the dis extension of living organisms it is the way that is used to reduce the plastic pollution means the cruel color turn to the white release the oxygen the air recover the shelter to the animal ثم recycle the nutrients to the soil هنا photosynthesis process دي معناه ايه؟ ها شباب طبعا هنا دي بتدين ايه؟ release the oxygen gas نظر بكم ان الـ photosynthesis process الـ green plant تعملها to mix the food وفي نفس الوقت يجب علينا من الـ oxygen gas decomposition process طبعا هنا اسمح تعمل recycling neutronitis رسال ترجع الانرجي ونطريق مين decomposition ا تعمل ونطريق ترجع البيت الانيمال جدًا ثم number zero plastic هذا طريق لتعليق بلوشن نطريق ب number نعم الهباتات لوس طبعا الهباتات لوس هنختار من اه ده كوز بتاع دس كوز دس او اكستنشن طبعا الهباتات لوس طبعا هنه تحاول كله الهباتات لوس فنختار من سي طبعا تعال كوستشن جديد وركزوا لو سمحتوا انه ممكن يجيني كوستشن ويجيب لي رسمة ويسألني عليها شوية اسئلة بصوا البكتشر اللي قدامكو دي ايه هذه هي عبارة عن فيه وفيه 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 بصوا بيقول هنا ايه The number of primary consumer is Organisms ايطرة 2 او 3 انا هنا بقولك كلمة primary consumer يعني اللي بياكل طبعا هنا يكون مين سري اللي هو اللي هو جرس شوبر بقى كده الماوس والرابت تمام كده number 2 The not used to energy to the sun to produce its own food مين بتستخدم الانرجي في الرسمة قدامك هم مستر هنا طبعا مين الجرس تمام number C ان الايجل is a tertiary consumer when the living orgasms is a باعه هو بياكل ايه الشباب او ايت ايه هم طبعا بياكل مين السنيك ذات feed on the snake يعني بتغذى على السنيك الشباب او بياكل السنيك تمام okay number D بيقولي هنا ايه هنا نقط maybe predator and prey in the food or the same time هنا بيقولي انا عايز مين اللي هيكون مين اللي هيكون في نفس الوقت ارجع ارجع اه number D بيقولي ايه مين اللي هيكون değ وقت طبعا هنا مين إن الفروج تأكل جرس شوبر يبدو بردياتور لكنها تاكلت من السنيك أو تاكلت من الأول يبدو في نفس الوقت مين؟ أعتبر برية طبعاً سؤال الثاني افضل الربط انكريز مي ديس أبير يا ترى الفوكسس ولا الجرس هيا يا شباب طبعاً الجرس كلما كان الربط انكريز لذلك يمكن ان تختفي من هذا الرسم الابت انكريز تباكد من الربط انكريز طبعاً ايه؟ افضل الربط انكريز رابط اعطم من الربط انكريز هل الاجل؟ لا ترى جرس هنا سؤال الثاني سؤال 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 الربط انكريز ايجل و ايجل ايجل اقفى ايجل 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 اختباه من لكم فقام رجال مزيد افضل جديد ايجل ايجل مزيد يقولة الموز والرابط والأي هيا شبابة هل يحدث المجرات اي عطلا ايجل اي جديد انه رابط الموز يكون الموز والايجل التقابع ايجل المزيد يعني يقول لي ايه السبب الزاهرة دي طبعا اول حاجة النام بتاع الفينومنا قدامنا دي 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 كورير البلاشنج اللي هو ان كل كورير يحس تحول الكلور بتاعه للون وايت ايه السبب طبعا ده مش هيدس طيب يجيس اني رقم سي الريزن بقى الاسباب تحول الكمبيلات المترجم الى الوطر عندما تحول الوطر تحول الوطر تحول الكلور ريف زكولاء للون وايت احصروا بقى الشباب لكورير جديد اللي انتو كلكم بتحبوه اللي هو الـ Give Reason انظروا انا عايزكم ما تلاقوش من الـ Give Reason الـ Give Reason ده سهل و بسيط اهم حاجة تبع فاهم السؤال بقى ايه وتعرف تعبر عنه بالانجلش بتاعك ستجد الاقابة سهلة وتاخد الاقابة الدرجة كاملة تعالوا كده نشوف فالسكافنجر يتحدث بعمل الأموز في المواقر فالسكافنجر نعم دورها من الأخر؟ فالسكافنجر يحدث بشكل دخلية قد كبير فانتقوم بتنبدا's نفس الناس النظر الثاني يعني هذا مصنع طبيعي لأنها تعيد استخدام نوترانيتس الثاني وتوديها للسويل الوصول تساعد في تقرير البلوش لأن الوصول تساعد في تقرير نيو برودكت أن انا بطلع نيو برودكت من الوست ماتريل الرئيسي في المنطقة الألبيان نوع 4 ثم نقوم بتقرير نوع من يأخذ حيات الموضوع لأنه ينصف هذه يعني أخبرتك لو أن هناك نوع معين من يأخذ حيات الموضوع من يأهد الموضوع بما يؤدي إلى الرقل لأنه لم يأخذ حيات الموضوع يريد الموضوع المريكة والمعارض نصف و sodass فإن كده ان الفود والووتر ريسورس لا يكفي ويحصلهم ران اوت يعني يخلصوا وبالتالي هي الاخرية والبيضاء البلو ايلاند منيج لاند اكتافيتي اللي هي شباب تو كونترول the quality of the marine ecosystem in it عشان تقدر تتحكم في الكواليتي بتاعت المارين ecosystem in it تمام الجنتل رين بنيفيت the desert ecosystem اقول بكوز ان جلت الرين هل بروديوسر جروف so the desert ecosystem the desert ecosystem اقول بكوز ان the feeling of heaverain لما المطرة توجد جديدة قوي ممكن تسبب cause flouts لفيدان so grass die and desert ecosystem is a destroyed تمام يعني بيحصل ان the ecosystem لما المطرة تنزل كده ممكن يسبب فيدانات flouts وفي نفس الوقت انا كده دمرت من the desert ecosystem number eight the microorganisms in the water make the same rule in the grass in the desert يعني هو بيقولك ليه بتعمل نفس الدور اللي بتعمله الجرس سبب واحد ان the marine microorganisms can make their food ما البروديوسر كلها بتعمل بتعمل الفود بتعمل وكمان السورس وتعمل بتعمل نكمل ييجي السؤال ثاني بيقولك ماذا يحدث هذا السؤال بسيط محتاج شوية تركيز صغير number one the decomposer in an ecosystem ان the decomposer تختفي من the ecosystem سيحدث ان the dead things would build up just like trash in the land يعني ان the dead organisms او the dead things هتوب كثير جدا وفي نفس الوقت تعمل trash and the land والمكان اللي برمي هتوب كثير جدا تمام increasing the number increasing the number secondary consumers no number two increasing the number of secondary consumers اللي يحصل لو secondary consumers increase هتوب the number of primary consumers will decrease اجابة مختصرة بلاش اني نرغي كتير الجرس disappear from an ecosystem هتوب primary consumers will die first and the other consumers will migrate or die نكمل number four number of the one species increase so much وهنا بيقولك لو استمعت اقول لي بس ما يحصل هو food and water will run out and disappear هتوب 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 number نعم 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 احلا نعم احلا يجب على الكثيرا نعم احلا الانسر احلا 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 طبعا لازم اعملي ريسايكلينج البلاستيك كل ما بعمل ريسايكلينج البلاستيك كده يبقى جود للإيكو سيستيم وبالمرة كمان المارين إيكو سيستيم نمبر تون الاير ولا الصن ولا الووتر ولا الصيب طبعا الصن عن طريق الألترا فيلوت بتبدأ تكسر البلاستيك الى مايكرو بلاستيك نمبر ثلاث هل هنا مين اللي بتاخد دي أريا موجودة في الأوشان بتبدأ تاخد السمال بلاستيك ترجحة تاني من سماء نيرس نيرسر اللي هو ايه المشتل اللي بيكبر فيه مين اللي ايه كرور لييفس نمبر فور is the one of the well ways done by coastal communicate to reduce بلاستيك بليوش يعني واحدة من الطرق في المدن الساحلية اللي ابدأ استخدم اقلل فيها مين البلاستيك بليوشان هنا replacing wooden frock with the plastic ولا using grossly plastic bag ولا using single use بلاستيك ولا using close bag طبعا الكلوز باك هي احسن حاجة ابدأ اقلل مين ها يمين البلاستيك بليوشان نكمل all the falling are affected by pollution except يعني كل الحاجات هتتقال هتتأثر بالبليوشان معده ايه living organisms as a human والplant والانيمال ولا non living things as the air والووتر and soil ولا all components of the ecosystem ولا dead organisms only طبعا ال dead organisms only ها مشتتأثر بمين بالبليوشان تمام نكمل is the number of nodes the growth increase in the ecosystem هل the composer decrease ولا the producers increase ولا the primary consumer increases ولا the primary consumer decrease طبعا ايه اللي جابة ايه ان the primary consumer decrease يبقى الجراث increase يعني لو البرائمر ده اللي هو بياكل البلاستيك بدي ايه كده ان عندي اجراث والبي ايه increase number seven are the top predatory in the food chain الفروج ولا البرد ولا الهوك ولا البتر فلوي طبعا هنا يا توب الاجابة ايه الهوك ده بنقول عليه ايه top predatory وده موجود في top food chain تمام نكمل number eight which the matter has definite shape مين المطر اللي عنده definite shape هل الووتر ولا الايس ولا الاويل والاير ها طبعا الايس ان الايس عنده ايه definite shape لكن الاير ده جاز ما عندهوش indefinite shape خلي بالكو والووتر والاويل ده liquid ما عندهاش definite shape number nine can brown in any container يعني قدر تصبها في اي container هل الاكسجين ولا الجوز ولا الايس ولا الاير طبعا بما انه بذور كده على ايه على الليكوز يو اللي جيبه مين P اللي هو الجوز anything that has mass and occupying space is a cold طبعا ايه energy ولا force ولا مطر طبعا ده unit two الكونسبت الاولاني طبعا ده definition بتاع مين بتاع المطر تمام شباب any matter exist in not state خلي بالكو one state ولا two states ولا three states ولا four states طبعا احنا قلناها كتير في الكونسبت الاولاني من unit two ان اي مطر consensus of three states اللي هم ايه solid و liquid و gas تمام all the following example present into solid state except يعني كل الامتر اللي انا قلها دي موجودة كلها في solid state ما عادة حاجة واحدة الjuice ولا fizzers اللي هو الريش ولا ice ولا الرك طبعا فيه ثلاثة solid مع عادة واحدة اللي هتوبة مين liquid اللي هي من juice number 13 all matter around us consensus of كل المطر اللي حواليني يا شباب يتكون من ايه cells ولا particles neutronitis ولا protein طبعا هنا الاجابة التوبية يا شباب الparticle اي مطر consensus of small particle اللي بنقول عليه ايه particle number 14 المطر can be described يعني المطر اقدر اوصفها باي عن طريق hardness ولا color ولا shape ولا all previous طبعا هنا الاجابة كل اللي تشوز اللي من الدهوري ده ينفع يعني hardness تنفع والcolor تنفع وال shape ينفع يبقى كل الاجابة all previous يعني كل الاجابة دي يا شباب ايه معانا number 15 which of the feeling example is not matter ولو سمحت ايه رول لتشوز كويس انا بقول لك هنا is not matter الbeard feathers ولا cup of the water ولا empty cup ولا beard sound انا بقول لك هنا انا عايز حاجة مش مطر طبعا اللي جابة اللي تنفع الوحيدة مين الbeard sound ان sound وال light هما form of energy not matter نكمل 16 consider an invisible matter يعني في حاجة هي مطر بس invisible احنا ما نشوفهاش هل milk ولا air ولا feather ولا sound طبعا مين air تمام طب لما احنا ما نختارش sound ان sound ده مطر معانا ما بتشافش بس ده مش ايه matter the form of energy 17 ال cold milk and hot tea are similar اللي اتنين دول متشابين في ايه color ولا temperature ولا test ولا state طبعا هنا الاجابة ببقية state ان الملك وال tea اللي اتنين دول ايه liquid state لكن ال cold وال hot ده ايه temperature اوكي نكمل 18 are different matter but they exist in the same state هم material مختلفة لكنها موجودة في نفس state هل water or ice or wood or air or milk or juice or air or water يعني انا عايز two material or two substance لهم نفس state طبعا من هلقي الحاجة الوحيدة اللي تنفع في the juice ده كله مين ان الملك وال juice اللي تندول ايه liquid are the same matter but exist in different state هم نفس المادة بس different state الwood or oxygen ولا oxygen or air ولا oil or tea or ice and water vapor خلي بالكم هم نفس المطر بس different state طبعا الاجابة بتاعتي مين ice والwater اللي تنين دول ايه water بس واحدة solid والتانية water vapor اللي هي gas تمام شباب you can measure your height by using انا عايزة ايه صل height عن طريق balance ولا thermometer rural or metric stick طبعا اللي جابة هنا تبقى ايه metric stick برافو اللي احنا بنقول عليه measuring tab or graduated tab تمام thermometer can be used to know of the water انا بستخدم thermometer to know عشان اقدر اطلب ايه shape ولا color ولا temperature ولا weight طبعا مين temperature excellent 22 water describing by all of these parameters يعني كل البربرتس اللي اقولها دي تنفع للwater بس except معادة حاجة واحد can we can draw it يعني ننفع عن صباح او تنفع اقبى english base it has definite shape ولا take the shape of the container طبعا اللي جابة الوحيدة اللي تنفعش معايا هنا في الwater يمين it has definite shape تمام تمام شابه number 23 which of the feeling matter has no texture feathers ولا oxygen ولا water ولا ball طبعا هنا ان الاكسجن ان الاكسجن ما تعرفش تلمسه اللي منيه ملبس الملمس بتاعه التكتشر التكتشر هل هو smooth ناعم انت بش عارف ان ده اعتبر ايه gas لكن البقين تعرف تلمسه number 24 has definite size and indefinite shape ولو سمحته نقرأ الاسئلة كويس ده بيقول لي عنده definite size لكن indefinite shape هل air ولا ice ولا water ولا مين الwood طبعا اللي جابة مين الwood ان ال ice عندها definite shape والair عنده indefinite size وindefinite shape والwood نفس ال ice يبقى اللي جابة الصح مين الwood 25 sun matters are very small and can not see zin يعني في حاجات هي صغيرة جدا بس ما نقدرش ايه نشوفها water ولا germes ولا pancers ولا insects طبعا الاجابة بايه germes لا ايه كرر الجراسيم البكتاري 26 tiny particle inside move very freely اللي بتتحرك بسهولة الwooder ولا ال air ولا الwood وال ice طبعا هنا انا محتاج الجاز اللي هي طبعا مين ال air برافو عليكم يلا بينا نكمل كوستشان جديد من part 2 من revision بتاعت مين philo science put right or wrong macro organisms recycling bugs the important element to the water طبعا wrong هي مش بترجع لل water هي بتطلع كل الحاجات دي يا شباب لي مين لل natural بس في حاجة ده micro organisms تمام وال macro organisms دي اصلا ايه producers اللي بتعمل الفود بتاعها number when the water become warm the sea bird have to move to another cooler area يعني لما يكون ال water تسخن شوية the sea bird تقدر تتحرك لمكان تاني طبعا لان small fish هتبدأ move تتحرك لمين لcold area هم طبعا اللي جاب ايه right bravo شباب ان لما يحصل ان الهيباتيت lose فقط ان الانيمال او living organisms فقدت البيت اللي هي عاشة فيه او المكان اللي عاشة فيه فكده ممكن ما يحصل لها ايه ضاي وبالتالي يحصل لها ايه extension in crud number using plastic grocery bag is the better than colosus bag يعني المفروض ان احنا نستخدم البلاستيك اكتر من المشنوات اللي قماش طبعا اللي جاب ايه wrong المفروض ايه العكس bravo number five sea turtle and the coral are always endangered due to the plastic pollution يعني بيقول ان sea turtle والcorrel اللي تندل في خطر عشان البلاستيك بليوشن طبعا يا مستر الاتنين دول very dangerous the state of the matter can't be changed from one form to another ولو سمحتو نقرأ بالراحة ومنستعجلش هنا بيقولني ان state of the matter can't be changed ما تقدرش تتغير من one form لأ نظر لأ طبعا تقدر تتغير باللجابة دي ايه wrong number seven المتر exist everywhere around us in nature هم اللي جابة right ان كل حاجة حوالينا فيها ايه شباب فيها ايه matter number eight البرتكل in the eyes move more than in the water يعني البرتكل اللي في ال eyes تقدر تتحرك اكتر من الوطن طبعا الاجابة دي تتحرك اللي جابة right ايه ايه very small وبيكون vibration motion number nine ان الوطن always take the shape of the container that in browned in يعني بتاخد شكل الوحق اللي احنا بنصب فيها طبعا الاجابة ايه right bravo number five المتر consensus of time moving vertical يعني المتر بتتكون من vertical moving بتتحرك الاجابة right اي vertical الشباب are in continuous motion يعني في حركة مستمر number six water vapor has no texture and visible matter اللي جابة wrong لا هي لا texture ونادع نشوفه a closed container such as when you blow a balloon يعني انت لازم الجازز لما تيجي تتميلف اي container لازم اعمل close زي بزبط تنفخ بلونة لازم تربط البلونة عشان اللي هو مخرج شمانة تاني صح يبا الاجابة right number eight ice melt into water by cooling it يعني الايس يتحول الووتر ماشي لكن by cooling طبع اللي جابة دي تبب اي wrong لازم عن طريق اي يا شباب عن طريق heating تمام نكمل number nine water has indefinite shape and size water the liquid لكن نص الجملة التاني بتاعت مين بتاعت الجاز اللي جابة دي wrong brother شباب two object can take up the same space as the same time يعني انا لو عندي two object ينفع ياخد نفس space في نفس الوقت the same time طبعا الاجابة دي ايه wrong ما ينفعش two object ياخد نفس space at the same time excellent question three right scientific number one the harm that affected the air water and soil due to the human activity طبعا هنا بنسميها ايه شباب pollution ان البلوشن بيأثر على the air and water and soil number two it is the returning of the land and water back to how they were before harm was done يعني بيقولي انا برجع الحاجة زي ما كانت قبل ما عمنا بالوشن طبعا دي اسمها ايه habitat restoration اللي انا ارجع الحاجة زي ما كانت it is an area in the ocean where in the small pieces of the krill are nitrate يعني يا شباب انا باخد small pieces بتاعت الكورير ورجحها تاني وخليها تكبر وحطها في مكان وبعد كده لما تكبر ارجحها ال area اللي كانت موجودة فيها في الاول دي اسمي يا شباب nursery okay اسمي nursery number four a way of the life of the coastal communicate near the reefs have adopted دي يعني ايه يا شباب هنا انا بستخدم الطريقة عشان اقلل البلاستيك باليوشن فالطريقة اسمي zero plastic zero plastic ان كده ال area ودي موجودة عندنا في ال red c في البحر الاحلام تمام نكمل anything around us and هذا mass and occupying space او occupying space طبعا ال definition ده بتعمين matter prover شباب excellent they exist in the matter are in continuous motion من اللي موجود في the particles عندنا نسأ اي لعي من اللي موجود في المطر اللي عندها continuous motion طبعا مين المطر المطر جواها يا شباب حاجة اسمها particles والparticle دي بتكون ايه continuous ايه motion بتتحرك داي number number eight state of the matter which ان المطر has definite shape طبعا هنا definite shape هتقول مين solid مفيش state تانية زي liquid او الجاز عندها definite shape الا من solid number nine state of the matter can be proud in the container any state ان اقدر اصبها في الكنتينر طبعا نجابها تبا مين liquid state زي الووتر تقدر تحطاف اي كوباية وتاخد shape بتعمين الكنتينر number ten device that is used to measure the height of the boy هنا بيقول لي انا جاهز بيستخدمه عشان نقدر رئيس the height الطول طبعا هنا اسمائي measuring tab measuring tab اللي هو المتل اللي بقيس بيه الطول بتاع الولد او او اي حاجة انا عايز اجيب the height بتاعها بيستخدم مين measuring tab اوكي نكمل number eleven device that is used to measure the temperature of the milk هنا انا بيقول لك اي جاز اللي بقيس بيه the temperature بتاع الملك طبعا من thermometer تمام number 12 device that is used to measure the mass of the apple الماث of the apple يبنى لازم استخدم من balance scale اللي هو الميزان number 13 a process it changes into the ice change into water يبال process اسمائي melting process تمام 14 process in which in water change into ice يبال اسمائي freezing انت تاخذ الواتر تحتوي في الفريزر وانت تعمل freezing وتتتحول من liquid لمن بالسولد نبدأ ناخد جديد من part 2 من revision شهر ناخد 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 1 light and sound are not but they are consider the form of not يعني هنا بقولك ان light and sound not matter خلي بالكم not matter لكن الباقي is the form of a energy تمام ناخد 2 نقط ونقط and نقط example of gaseous state يعني هنا بقولك اديني example من الغاز طبعا عندك water vapor وعندك oxygen gas وعند carbon dioxide gas air nitrogen gas في example كتير number 3 water has noot shape and noot size ولو سمعت ونركز هنا بحتاج كلمة فلو كلمة كتبتاها غلط تبقى سؤال كله رائعا هنا ان الووتر دي liquid يبقى عندها indefinite shape الشكل بتاحها بيتغير حسب الكنتينر اللي انت بتحط جواها الووتر and definite size تمام number 4 some water are very small and we cannot see them such as germs اللي هي الجراثيم and air الحاجات دي very small ولكن احنا منقدرش ايه نشوفها 5 can't sprout in the container and take it طبعا هنا الووتر أو juices أو الملك أو oil the shape of the container بتاخد الشكل بتاع الكنتينر نكمل cross outward هنا نطلع الكلمة different number one oil milk and juice طبعا الكلمة different ان الباقيين كلهم liquid لكن هذه الوحيدة جاز sorry solid wood ice oxygen طبعا كلمة different طبعا ان دي gas والباقي solid solid number three air water vapor ice carbon dioxide gas هيا شباب طبعا الكلمة المختلفة هناك تبقى مين ice ان الباقي كله gas وهذه الوحيدة solid number four water air light wood الكلمة different light اللي بقى ان الباقيين كلهم ده matter فيها solid وفيها liquid gas لكن light ده مش matter is a form of energy تمام choose from column a to column b column a matter and particle and sound oxygen column b is not a matter is an invisible form of the matter exist in the state of the matter sorry exist inside the matter in the continuous motion and exist in the serious state طبعا matter هنختار من الشباب d لا exist in the serious state معلش هي مكتوبة ترتيب بتاعها a b c المفروض هكتب d بس هي كتبت اي معلش حققه علي البرتكل طبعا دي هيا شباب موجودة فين دي موجودة inside the matter and continuous motion بنختار من c بعد كده رقم سريء sound وقلنا ان الساون ده شباب بنقول عليه is not matter هو form of energy طب oxygen هي invisible وهنختار be invisible form of a matter لكن هو ايه matter بس ما نقدرش ايه نشوف اوكي طبعا هنا ان solid state عندها ايه شباب definite shape و definite size فنختار P liquid state طبعا هنا تختار مين لأيه indefinite shape and definite size gases state طبعا لأيه الاخيرة has indefinite shape and size اوكي شباب columb a و columb b columb a بيقول السرمومتر balance measuring tab هنا columb b is used to measure the height of the point used to measure the temperature of the hot t is used to measure the mass of the fruit طبعا هنا السرمومتر هنختار من b ان السرمومتر انا بقيس بي temperature بتاعة ال hot t الbalance طبعا هنا بقيس بي mass of the fruit وهنختار c measuring طبعا ايه ايه the height of the boy او the height بتاع اي things اوكي نكمل give reason السؤال انتو بتحبوش معلش اجابة مقتصرة بس سفة من السؤال وما تلغيش كتير short message وتكون المسج دي effective وهتكون الاجابة ايه smart بتلاقوش number one قول لي sometimes see turtle feed on the plastic pieces يعني هنا بيقولك انه ليه السي ترتل بتتغذى على البلاستيك اولا هي مش عارفة ان ده بلاستيك اولا هي مش عارفة ان ده بلاستيك اولا هي بالنسبة لها جولي فش من الاخر فهي عندما تشوفه فهي تبدأ ايه ستأكله because in the sea turtle cannot know the difference between the jellyfish and the plastic pieces number two increasing the temperature water temperature temperature lead to the krill plashing و لو سمحتم و لو سمحتم بس دي هي الاجابة الطويلة شوية because when the water become too warm when the water become too warm when the water become too warm ان الماء تسخن بصبع يحسب به ان الكوريل get rid off تتخلص من الالجي leaving in their tissue and in this causes the krill turn into completely white بعد كده plashing events stress krill and oven do not survive يعني اول ما الماء تسخن الشباب بتاع C تبدأ الكوريل تتخلص من الالجي وبعد كده هيحصل ان الكوريل تتحول للنوايت وبعد كده يحصل ان يحصل عملية plashing فتبدأ تبقى مجادة جدا وفي الاخر يحصل له ايه ضائع بلاستيك are so harmful for marine ecosystem ليه because in the plastic is not a naturalitis يعني مفوش اي كوينة غذائية وفي نفس الوقت the toxic and the sharp Microbalastic have bad effect on the krill ليه بصبر كده الكوريل بيعمل فلتر للسي ووتر to get the food and they ingest microbalastic as a species of the food that they getting from the water هو بيبدأ يعمل فلتر لل food from water فبيبدأ احنا تعرفين الميكروبلاستيك very very small يعني درجة ان هي اصغر من حبة الرز فتبدأ الكوريل تبدأ تاكلها وتبدأ كده يحصل له ايه bad effect ودي ان البلاستيك bad topotoxic and short and short restoration process help recovery ecosystem because restoration process help restoring the land and they return back to how they before harm was done يعني بتبدأ restoration process بترجع كل حاجة زي ما كانت قبل ما كان ايه بناخد small pieces حتة صغيرة منها ونبدأ نحطها في أريا اسمها nursery ودي موجودة في ال arabian gulf وتبدأ grow بعد كده نبدأ رجاحة تاني المكان اللي احنا اخذنا منها من الاخر هقول له because the nursery is an area in the ocean where the small pieces of the corral are matured until they can move back to the reefs where they were dying okay the air is a matter هنا هتقول definition because the air has mass and occupying space or take space or has volume or has sides okay the air no definite shape and volume ليه no shape or volume ان the particles inside have a lot of spaces between them وبالتالي هي gas and they move very so the particles تتحرك بسهولة جدا وبحرية كبيرة although the gases are invisible we can know they exist يعني gases هي انحنا ما نقدرش نشوفها لكن نقدر ايه نعرف انها موجودة ازاي because they completely filled in the closed container such as when you bump air into the bicycle tire يعني ايه انت ممكن تجيب بلونة تنفخ فيها صح؟ انت كده بتحط ال air جوبها بتعمله او زي بالظبط ان انت تحط ال air جوه the bicycle tire اللي هو الكويتش بتاع العجر صح؟ تمام نكمل السولد can keep their shapes because the particles inside the solid are close to each other and they move only a little bit يعني بتتحرك حركة بسيطة جدا وبترب الحركة بتاعتها ايه؟ vibration تمام؟ question 8 what happened اول حاجة بيقولي ان الهيفرين full in the desert اللي يحصل لما يكون في هيفرين اول حاجة ان the clouds occur and the soil producers will be die and the desert ecosystem will be destroyed تمام؟ بوايت وتبدأ الكوريلة يبني عليها stress and not be a survive كمان ان المارين مايكرو ارجانيزمس move toward an area where the water is a cooler عسينا مش محدد اللي حاكتين فلازم جابل اللي يحصل لما الماء يتسخن بالنسبة الكوريلة and the microorganisms تمام؟ كلمات change become unstable for living organisms اللي يحصل لما يكون فيه كلمات change ويكون unstable هقول لن population will be decreased and then and them will be moving to another place or will be die هتبدأ تتحرك من مكان لمكان اللي يتعمل عملية migration او انها ايه؟ will be die water brown into the cup of the water ايه اللي يحصل لما الماء يحطها في cup of the water it takes the shape of the container يعني هتاخد شكل مين؟ the container the ice cubes are exposed to the heat ان the ice هيتعرض لهيت ايه اللي يحصل ان the ice will be changed from solid state into a liquid state the liquid change into gas وهنا بقى لو سمحت تقول لي اللي هيحصل the speed of the particle هتقول لي ان the speed of the particle will be increased and will be moved more freely او او كي شباب احنا كده خلصنا شباب revision part 2 ما تلاقوش ما تخفوش من test science التست هيجي سهل جدا وبعتولي لو عندك اي كومنت اكتب لي وانا هرد عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة